دلوقتي احنا جاهزين اننا نضيف البرودكتز كنترولر علشان نبدأ نجرب كل اللي احنا نفزناه خلال الفيديوز اللي فاتت طبعا ممكن نستخدم الابليكيشن دي بي كنتيكست مباشرة جوه الكنترولر او ممكن نفصل الاجزاء اللي بتتعامل مع الابليكيشن دي بي كنتيكست او مع الداتا بيز يعني جوه سيرفز لوحدها فانا هنا ممكن اضيف سيرفز هقفل كل الفايلز اللي مفتوحة بعد كده هاجي هنا على سلوشن اكس بلولر جوه السيرفزز هقوله هنا add new item هقوله i product service ممكن اخد الاسم ده كله copy معادة حرف ال i بعدين كومة product service اللي هيكون جوهها الimplementation وهروح على الانترفيس اللي هو i product service ممكن نضيف هنا مثلا create فهقوله task product زي ما هو كده اقترح لكن هسميها create بدل get async دي هسميها create async مش محتاج كلمة product هتستقبل مني هنا parameter نوعه product اسمه برضو product اللي بعدها task product مش update بقى المرة دي عاوزين نسميها get by id async هبعت لها int id اللي هو ال id بتاع الproduct اللي انا محتاج اعمله select والاخيرة هقوله برضو task i read only list of product اسمها get all async زي ما هو كده بالزبط اقترح شكراً ليه ال visual studio بعد كده هاخد الاسم ده وهياجي هنا هقوله ان ده هي implement ال i product service control dot implement الانترفيس وقبل ما ننسى هروح direct على ال program class اعمل register للجزء ده ممكن ادوبلكت ديت هقوله هنا i product service والimplementation هو product service بعد كده هارجع هنا هشوف بالزبط الimplementation هيكون عامل ازاي اول حاجة محتاج هنا اينجيكت ال application db context فهاجي هنا هقوله private read only application db context underscore context زي ما كده اقترح بعد كده control dot هقوله generate constructor وبعدين بمنتهى البساطة هاجي في الجزء ده في ال create هقوله underscore context dot products dot add product صح وبعدها await underscore context dot save changes برضو صح وفي الاخر return ال product اللي حصل له creation في ال get all هقوله بس return await underscore context dot products dot toolist طبعا هو هي apply filter automatically طبعا هنا toolist async وهو هي apply filter automatically على حسب ال tenant id اللي جايله هنا بس دي محتاجة using مضبوط كده والاخيرة هاجي هقوله return await underscore context dot products dot find بما اني هستخدم primary key find async وهبعت لها بس ال id اللي جايلي في الparameters فبالتالي دين مفروض تكون nullable علشان ممكن يلاقي وممكن مايلاقيش وهارجع هنا تاني خلي الجزء ده هنا كده nullable وتبقى كده السيرفيس بتاعتنا جهزة ان احنا نتعامل معها بتاعتنا جدا ويستخدمي